أدى وزير التجهيز والنقل صباح اليوم زيارة تفقد ناطلع للمقطع الأخير من الطريق الرابط بين الواكشوت وبوتيليميتس بهدف معرفة مدى تقدم الأشغال في هذا المقطع تهدف هذه الزيارة التي شملت أيضا المقطع الرابطة بين مدينتي ألاق ومقطع الأحجار للطلاع على مدى تقدم الأشغال في هذه المشاريع للتدخل في خضم البرامج التي ينفذها القطاع في مجال تطوير وعاصرانة البنية التحتية الطرقية بغرض الوقوف على تقدم الأشغال في المقطع الأخير من طريق نواكشوت بوتيليميت وطريق بوتيليميتالاك جاءت زيارة وزير التجهيز والنقل السيد محمد المحميد رفقة الأمين العام للوزارة وسلطات الإدارية بمقاطعة بوتيليميت للكلومتر 6 غرب المدينة حيث عين مستوى الأشغال مقدما توصياته بضروات الإسراع في إنجاز العمل في الآجار المحددة شفنا لأنه مقارنة بزيارتنا الأخيرة اللي إلها تقريبا شهر أعلن خلق الحمد لله تحسن في أداء الشركات مع أنه التحسن مازلنا دائرين الله لأنه نعود أشبه من ذا اللي فيه ترك بالنسبة للمقطع ثلاثة من طريق نواكشوط بوتيليميت مش من نسبة إنجاز 6% الشهر الماضي إلى نسبة إنجاز 12% اليوم الحمد لله والأشغال فيه مستمرة وتم يعطاء التعليمات وحث تجمع الشركات على أنهم يضاعهم الجهود ويكسفهم الجهود ويزيدوا من الآليات ويقلصوا من التعطل للآليات إياك الأداء في هذا المشروع يتقدم إن شاء الله تعالى الوزير أجرى توقفا عند الكلمة الخمسين شرق مدينة بوتيليميت حيث قدمت له شروح عن الآليات المتخذة من قبل تجمع الشركات لتسهيل حركة المرور أيضا ما تنتهي الأشغال أما المحطة الأخيرة من الزيارة فكانت الطريق الرابطة بين مدينة يالاق ومقطع الحجارة والتي اعتبر الوزير أنها شهدت تحسنا ملحوظة عنه الطريق بوتيليميت يالاق هو المقطع اللي واقفه نحن به الآن معانا السلطات الإدارية والأمنية لولاية البراكنا شفنا أيضا على أنه فيه تحسن مقارنة بالشهر الماضي وإحنا اليوم ما ناقفين على أنه بدأ الحمد لله تندار ذلك الطبقة اللي سابق طلب طبقة الأساس والطبقة النهائية وتم أيضا أعطاء تعليمات للشركة والمكتب الإشراف من أجل الحرص على أنه هذا الأداء يستمر وزير النقل أكد إبرام اتفاق مع تجمع الشركات بموجبه تتدخل هذه الشركات في حالة الكوارث الطبيعية لتقديم المساعدة وفتح الطريق قبل أن يتحدث عن مواصلة تدريب هذه الشركات للشباب الذين التحقوا بها مؤخرا عبدالله والإسلام الموريتانية مدينة أولاك